بطبيعة الحال السلام عليكم لابد من الحديث عن القرار للاتحاد البرلمان الاوروبي للأسف الذي صدى يوم الخامس الماضي قرار في الحقيقة يمس السيادة الوطنية وكان عدة حدود افعال ولكن لابد نظر عليه كما هو معلوم الاتحاد الاوروبي استر انشئه في الف وتسعمائة وسبعين يعني المهم دياله انه كيشوف مع المفوضية الاوروبية كيشوف زيما الليزانية ديال الاتحاد كيش كتمشاو وكيتاخذ بدلا كيدخلف شي مسائل اما محلية اما اقليمية وكيصدع اليها اقارات اما كتكون ملزمة او غير ملزمة بحال هذا القرار هذا نظري انه غير ملزم ولكن عنده تداعيات عاديدة يعني هذا الاتحاد هذا الاتحاد البرلماني فيه كيش من تقريبا سبعة وشرين دولة اه في سبعمية وخمسة اه بالامان من هاد الدول هادو وتقريبا فيها مهم ستوري شهين لجنا وسبعة الفرق بالاماني شنو جاف هذا البالامان هاد في هذا القرار هذا القرار في الحقيقة كان يموس سيادة الوطنية ديال المغايب ويموس مؤسسات ديال الدولة وخاصة المؤسسة القضائية وكيتحدد للأسف باسم مواطنين مغايباء اللي معافش كيفاش ديال هاد القديها ديال انقارو هاد قرار هذا وانشوفوا جميع ان شنو كيمول المضانين مغايباء اللي معافش كيفاش ديال انقارو هاد قرارو مغايباء لذيكي تحسنين والجورناليست انقزوني. كيفاش البرلمان اجنبي ان يحط دولة ذات سيادة بانها تحتام حرية التعبير. يعني حرية التعبير الحمد والتعبير الحمد لله احنا مضمونا منذ درسات عدة وخاصة السحن في 2011. كيطالث عن asylum والسليمين والسليم والسعين والأسرين الأسرين يمري البرلمان الله يعجي في المقبل البرلمان السؤال الأسرين كانت القدر في المغرب من منذ فرنسية تعاونه إليه الجهزي 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 لخيم المعروض الغدة ليس يتحدثون من الأطورات الماركسية عن اجرسية سكسورة لأن هذا التهام الموجهة للصحفيين أعتبر هذا البرلمان بأنها دعاءات وخاصاتهم بالنسبة للإعتداءات الجنسية كم موين يجب سيادة الجورناليس لفعلهم يجب أن تستعمل هذه السلطات المغربية لتمنع الصحفيين من قيام الأعمال لأن هذه التهامة فنية للسلطات المغربية للقضائية للأمنية الإكزورت تحت تحتاج أيضا إلى البيئي أما تقفى على سيرويانس نميريك دي جورناليس أعين لكم هذا يجب أن الجورناليس تابعين لديهم مواقبة إلكترونية في هذه المسألة ومواقبة أمنية نطمو فيال لوجيسيا الإسفيران فيغاسوس وهذا أعدي توما خاطئة في حق أخص المغرب من سكتشاليها تؤتيها مع ذلك طريقة الحساسة منه تحتاج بعض الدول في شأن المغرب ومكان عندهم حتى شي دليل إليه يجب أن يقضي إلى البقاء في الأنوان الأنفرية من تحديد التحديد إلى الماركك. يعني هذا بحالها تجاوز ما هو حاد و هذا تجاوز هذا بحالها يعني لنا واحد عراقية اقتصادية في استيراد يعني استيراد صناعة يعني الدقيقة و الصناعة اللي زماء اللي تقدر توصلنا للدول المتقدمة و خاصة ما هو ما يتعلق مثلا بالطائرات او بالسيارات و شافوا بان المغايب بطبيعة حلقة ده هو الاساس بان المغايب حاليا غادي في الاتجاه الصحيح تهات الصناعات هالي و غادي قضا يجاوز حتى بعد الدول الاوروبية وهنا فاشح سب هاد الخطر هادا و بدو كيدغطوه من الجهة البرلمان الاوروبي في حين انه مكين تقوح تبلو فوق بالليسان موفو و ده هو الاطلاع Wouldnة فعلي6 أولاد عام الم ، وفوق بالنهان بحقا ملاقات بالليسان السابق يجب أن يدعم المستقبل الأجل في المسارفة. يجب أن يطلبون المستقبل بماية المستقبلية للتحالفة المستقبلية. يجب أن يتم تحاول مشروع المستقبلية بشكل مستقبلية التي تتحرك في الموضوع الأجل في المستقبلية. أي أمام 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 الأمام، تبحث عن أفضل المعضم بالتعامل المعضم في القرآن. وغلق مفيرا فالآخر يساريوه اسمع المشاريع 支 ويقالة إمع المنزل وغلق مجتمع وحبوا ملتقى أطلاقها وحبوا محلوا على سلطان المستقبل في حقوق الإنسان بعد دول أوروبية وحقوق الإنسان التي تنتهي كل دقيقة وكل ساعة في مخيمات تندوف وفي دول مجاوية الإنسان استخدام الإنسان من تحقوق الإنسان إلى مدينة من دول مجاوية بل ده تلت Projekt وخفوق الإنسان صوت وامتنع اثنين وعبعين صوت. ترانت دو كونتر وكارونت دو ابستنسيون. للاسف كما قلنا القرار وتدخل صاريخ لفشؤون الداخلية المغرب وفو مؤسسات الدولة وهو ارادة لمنع تقدم المغرب خاصة في الصناعات الدقيقة وهذا باين ومكتوب نوع سيرو بلان يعني دليل على ان المغرب بدك يقرب من الصفت يعني بدك يقرب من الصناعات الدقيقة اللي كتعتبر الدول الرائدة وكتجعلك ما بقيتش في الدول النمية وانما الدول المتقدمة. هنا المغرب بدك يقص عش الدبابير لا في الصناعات لكن ما هو معلوم ذي السيارات. لا في الصناعات ديى الطائرات لا في الصناعات وخاصة لوان في تحديث ربNothing وعلى أمريكا وعلى إسرائيل. مع الشركات الحقيقة هي مش الشركات اللي فيها رابح واحد ي crusher. خاصة لي كانت معه الاتحاد اوروبي دائما كان رابح ووحيد هو الاتحاد اوروبي ومغارب عدم مرما كانت يربح من هات الشركات هذه للأسف شديد. لكن هيد القرار هذا يبين بأن أوروبا والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي سوف يكون هناك وصلات لهم كما كانوا العظم وخاصة أنه مؤخراً تشوق في المغرب ضد ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبعض الدول أدخلت إسبانيا وألمانيا وفرنسا اللي لأسف مازالة متعنيتة وفرنسا تقريباً هي مدفعة في الاتجاه هذه القرارة خاصة أن الشركات الفرنسية بدأت تتعاني هنا في المغرب لذلك يجب أن توضيح هذه المحطيات الشاب الجميع اليوم كان يجلسها مشتركة مدينة وفاتي البالنان من زيانة القضية هذه ولكن يجب أن توضيح هذه المسائلة ليس بأسلوب السياسي ودبلوماسي أسلوب بسيطة لكي يستعبوه تقريباً للجميع وكي يجب أن نشي هذه المعركة دبلوماسية لكي نخاطقها للجميع وعلى كل الأسعادة شكراً لكم على المتابعة لكم وكنتمنى أن هذا الفيديو يوضح بعد ملابسات هذه القبيلة وإن شاء الله في المكان شي جديد عنكم وإن شاء الله سوف نقصها